من امبارح في مساجيات كتير بتوصل لنا. عايزين شرح طريقة التقديم على منحة يا ماريو لو سمحت اشرح لنا منحة وكتير من الرسائل اللي جات لي من اللي فيها ناس كتير بتطلب مننا ان احنا نتكلم عن تفاصيل المميزات وشرح طريقة التقديم على منحة الحقيقة امبارح انا يعني كنت مشغول شوية كان عندي لايف وكان بالاضافة عندي المحاضرات بتاعتي هنا وكمان شغال على رسالة البحث بتاعتي فما كانش في الوقت ان انا اعمل الفيديو امبارح ولكن النهاردة انا هتكلم معكم على شرح طريقة التقديم على منحة هنعرف مع بعض تفاصيلها ومميزاتها بداية كده المنحة دي ممتازة جدا لو انت طالب من طلاب السنوية العامة يعني انت حصلت على السنوية العامة او حصلت على البكالوريا بالنسبة لاخواتنا الجزائريين او المغاربة او التوانسة ايا كانت الدول العربية الاخرى بتسمي السنوية العامة عندها بتسميها البكالوريا كمان لو انت طالب حاصل على دبلوم فاني فانت عندك المقدرة انك تقدم على المنحة دي اضافة ان المنحة دي بيكون الحد الاقصى في العمر بتاعها خمسة وتلاتين سنة كمان المنحة مش طالبة منك شهادة اثبات لغة انجليزية بشكل الزامي ومن الجميل جدا في المنحة ان فيها تمويل سنوي قدره تلت تلاف دولار كمان المنحة بتغطي لك تكاليف اخرى زي تكاليف الدراسة الادوات اللي انت هتستخدمها في الدراسة وهكذا يعني المنحة تعتبر منحة متكاملة كمان بالنسبة للتخصصات او الكليات انت بتقدر تقدم على الكلية اللي انت عايزها طيب هل انا هينفع مسلا اقدم على كلية الطب وانا مش جايب مجموع كلية الطب لا ده اللي احنا هنفهمه مع بعض في الفيديو بتاعنا حضرتك انت تقدر تقدم على المنحة دي طيب عشان نفهم المنحة دي في الاول المنحة دي مقدمة من مين عبارة عن مؤسسة او مبادرة المبادرة دي معمولة علشان خاطر تدعم الطلاب طيب هتدعم اي طلاب هتدعم الطلاب اللي هم عايزين يدرسوا درجة يعني عايزين يدرسوا المرحلة الجامعية هم بيقولولك ان حضرتك تقدر تدرس في الجامعة اللي انت عايزها في الكلية اللي انت عايزها طبعا طبقا للمجموع بتاعك واحنا هنمولك طيب كلام جميل جدا انا هدرس فان الجامعة بتاعتي هتكون فان هتكون في دولتي ولا هتكون في دول اوروبية ولا هتكون في امريكا ولا هتكون في استراليا هم بيقولولك انك انت تقدر تدرس في اي جامعة من الجامعات اللي موجودة يا اما في الدولة بتاعتك يعني الدولة اللي انت عايش فيها حاليا او احدى الدول النامية طيب ايه معناك كلام ده هل انا ينفع اقدم على جامعة موجودة في اوروبا وتقبلني واروح اسافر واقول لهم اعملولي تمويل. لا ماينفعش الكلام ده. هل انا اقدم على جامعة في امريكا او في استراليا او في كندا واروح اخد كبول جمعي واروح اقدم في المنحة دي وهم هيدوا لي تمويل. لا ما فيش الكلام ده. طيب انت هتاخد كبول من جامعة في دولتك او كبول من جامعة من احدى الدول النامية. يعني لازم تكون الجامعة اما في دولتك اما في احدى الدول النامية وانا قديني بقرر الكلام مرة واتنان. دلوقتي ايه دليلك عالكلام ده اللي انت بتقوله? الكلام اللي انا بقوله لك ده ايلهولك من المصدر او الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. وده اللي احنا هنعرفه مع بعض خلال الفيديو بتاعنا. طيب في سؤال انت هتيجي تسألوني دلوقتي وتقول لي هل انا علشان خاطر اقدم على المنحة دي? لازم اكون ماسق قبول جامعي في ايدي? لا. مش لازم تكون ماسق قبول جامعي في ايدك. لو انت عندك النية انك تقدم في جامعة معينة. فانت حضرتك بتبدأ تملى وتقول في انك عايز تقدم على الجامعة دي. وعايز ادرس الكلية دي في الجامعة دي. وحضرتك بعد ما بتملأ بتاعك بتتفضل تقدم على الجامعة اللي انت اخترتها بشرط ان الجامعة وبكرر تاني تكون في الدولة بتاعتك او احدى الدول انما طيب تعلق نروح مع بعض على اللابتوب بتاعنا ونشرح الكلام ده مع بعض نعرف ايه هي تفاصيل المنحة ايه هي مميزات المنحة بتاعتنا وكمان ايه هي طريقة التقديم الصحيحة على المنحة دي يلا بينا اهلا بيكم يا جماعة ومعاكم ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناة دكتور المنح في الفيديو ده زي ما اتكلمنا مع بعض ان احنا هنشرح طريقة التقديم على المنحة المقدمة من مؤسسة او اللي هي بنختصرها دي مقدمة لجميع الطلاب لدراسة طيب هنيجي طبعا ننزل مع بعض هنا زي ما احنا ما متعودين قبل ما نبدأ اشرح طريقة التقديم خلينا نعرف ما بعض هي مميزات وتفاصيل المنحة دي ويريد في نهاية الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكراب وشاركة في قناة تفعل الجرس علشان تتابع معنا كل ما يخص المنح ويريد تشاير الفيديو في كتير من الناس اللي محتاجة المعلومات دي طيب هنيجي ننزل مع بعض هنا هنلاقي في هنا تعريف بمؤسسة المؤسسة دي هو بيقول لك ان دي عبارة عن مبادرة معمولة من مؤسسة خيرية المؤسسة دي مكانها الاصلي موجود في الولايات المتحدة الامريكية المؤسسة دي كل عملها ان هي بتدعم الطلاب الراغبين في استكمال المراحل الجامعية بتاعتهم سواء الطلاب دولا متخرجين من سنوية عامة او باكالوريا او الطلاب دي متخرجة من دبلومات فنية طيب كل ده احنا هنعرفه مع بعض وهنعرف تفاصيل اكتر واحنا بنشرح مع بعض طيب هنيجي ننزل مع بعض هنا لتفاصيل المنحة بتاعتنا ايه هي الدولة المستضيفة احنا مش نقدر نقول دولة مستضيفة معينة ولكن احنا نقدر نقول ان جميع الدول النامية حضرتك ممكن تدرس في جامعة منهم او في الدولة بتاعتك طيب ايه هي الجهة المنحة قلنا مؤسسة طيب ايه هي اسم الجامعة الجامعة اللي حضرتك هتقدر تدرس فيها اي جامعة موجودة في احدى الدول النامية او جامعة من الجامعات اللي موجودين في دولتك سواء الجامعة دي حضرتك لسه هتقدم عليها او حضرتك قدمت عليها بالفعل واخد منها قبول. طيب ايه هي المراحلة الدراسية اللي بتقطيعها المنحة دي? زي ما احنا عمليين نقول في الفيديو بتاعنا ان المنحة دي بتوفر لك فرصة لدراسة يعني لان في ناس مش عارفها كلمة اللي هي الدراسة الجامعية بتاعتك. طيب يمكن لجميع الطلاب من جميع الحال العالم والاخص جميع الطلاب العرب طبعا بيتفرجوا على الفيديو ده. هما يقدموا على المنحة دي. وخلي بالك لازم ان يكون سن المتقدم لا يتجاوز الخمسة وتلاتين عام. يعني هتقول لي انا عندي خمسة وتلاتين عام ويوم في الكومنتات. هقول لك للأسف الشديد. ومع ذرة مش هينفى هتقدم على المنحة دي. كمان شهادة اللغة الانجليزية ليست الزامية. واخر معادلة تقديم على المنحة دي واحد مارس عشرين واحد وعشرين. طيب هنا انا كاتب لك مين اللي يقدر يقدم على المنحة دي? زي ما قولت لك انك تكون طالب. حصلت على شهادة السنوية العامة او البكالوريا. كمان لو انت حاصل على فني حضرتك بتقدر تقدم على المنحة دي. طيب دلوقتي هيجي واحد في الكومنتات ويكتب لي اصل انا سمعت من واحد بيقول ان انا ينفى قدم على المنحة دي لو انا لسه في تلتة سنوية. انا سمعت واحد قال لي ان انا لو لسه في ينفى قدم على المنحة دي. طيب حضرتك انا الكلام اللي انا بقوله لك وطلع من بقي دلوقتي وبقوله لحضرتك الكلام ده انا جايبه من فين من الموقع الرسمي خاص بالمنحة. طيب بعد ما خلص الشرح بتاعنا باللغة العربية واخليك فهم كل حاجة هدخلك على الموقع الرسم الخاص بالمنحة علشان خاطر تشوف الكلام ده بعينك من على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. وخلي بالك اي منحة حضرتك عايز تقدم عليها اطلع على الشروط والاوراق والتفاصيل والمميزات الخاصة بالمنحة من المصدر الرسمي الخاص بالمنحة وده اللي انا بحاول اوصله لك في كل فيديو من الفيديوهات اللي انا بعملها وبحاول اشرحه لك بشرح مبسط باللغة العربية وهو موجود قدامك باللغة الانجليزية انت ممكن تطلع عليه وكمان ممكن تستخدم لو انت مش عارف تفهم الكلام كاملا باللغة الانجليزية ممكن تكون الترجمة مساعدة لك علشان خاطر تتأكد من كل كلمة بنقولها في القناة بتاعتنا. طيب بالنسبة للكليات والتخاصات المتاحة زي ما قلت لك من اهم مميزات المنحة دي ان هي بتوفر الفرصة لجميع الطلاب من جميع الحال العالم ان هما يدرسوا في الكليات اللي هما بيرغبوها. طيب ايه معنى الكلام بتاعك اللي انت بتقول لي انك ينفع تدرس فيها كلية ان انا عايزها. يعني على سبيل المثال انا مش جاي بمجموع الهندسة هل ينفع ادرس هندسة? لا. حضرتك انت هتقدم على الجامعة. سواء انت مقبول في جامعة او مش مقبول في جامعة انت هتقدم على جامعة بنفسك. تمام? الجامعة دي انت هتشوف شروطه هي بتقبل هندسة من كام? بتقبل طب من كام? لو انت متقابل مع شروط الجامعة دي يعني مسلا هينفع تقدم في هندسة هينفع تقدم في طب. قدم فيهم وخلاص وادخل الكلية. وهم هيمولوك. هما مالهمش دعوة انت في كليت ايه? او هتقدم على كليت ايه? او على جامعة ايه? هما كل اللي هيعملوه ان هما هيمولوا حضرتك. هيدو لك منحة انك تدرس في المكان اللي انت اخترته. في الكلية اللي انت اخترتها. وبقرر تاني لازم تكون في احدى الدولة النمية او في الدولة بتاعتك. هيجي واحد من اخوات المصريين دلوقتي يقول لي طب انا مقبول في جامعة القاهرة او عين شمس ايا كانت الجامعة في مصر مسلا على سبيل المثال. هقول لك اه ينفع حضرتك تاخد القبول ده وتقدم بيه في المنحة دي. تمام كده? وطبق المثال ده لو انت اخويا من الجزارة اخويا من المغرب او اخويا من اي دولة عربية او دولة النمية. عايز يدرس في البلد وباكالوريوس اللي هي المرحلة الجامعية او عايز يدرس في دولة تانية من الدول النمية. طيب ايه هي مميزات المنحة والتمويل? اول حاجة بيكون في دعم مالي من المنحة دي. طبعا الدعم ده لضغطية رسوم الدراسة وكمان النفقات ذات الصلاة المباشرة. يعني النفقات ذات الصلاة المباشرة يعني لو فيه كتب فيه اي لوازم دراسة هم بيغطوها لك. كمان بوفر لك مبلغ مالي سنوي وقدره تلات تلاف دولار امريكي. طيب ايه هي شروط التهديم على المنحة دي? لازم حضرتك تكون انهيت بالفعل الدراسة السنوية او دراسة الدبلوم الفني الخاص بيك. اقصى حد للعمر خمسة او تلاتين عام. انك هتدرس في بلدك او احدى البلدان النامية. ويكون لك هدف وهو الهدف الحصول على درجة اللي هي المرحلة الجامعية. هديك تسألوا وتقول لي يعني انا لو عندي سبعة وعشرين سنة تمانية وعشرين سنة ينفى قدم على باكالوريوس هقول لك ايه ينفى تقدم على باكالوريوس ولكن يفضل يفضل لو انت ما كنتش درست قبل كده وبتقدم على المنحة دي علشان تدرس باكالوريوس. طيب ايه هي المساندات اللي هتكون مطلوبة منك? هكون مطلوب منك ان انت تعمل الابليكيشن اللي احنا نشرحه مع بعض. هيكون طالب منك نسخة من بيان درجات السنوية العامة او الباكالوريا او الدبلومات الفنية. هيكون طالب منك الخطاب الشخصي وهو بيقول لك بيتراوح ما بين خمسمائة كلمة الى الف كلمة هيكون طالب منك مقال تكتبه. والمقال ده هيتراوح من خمسمائة كلمة لالف كلمة هيكون طالب منك عدد اتنين من خطابات التوصية وانا هنا سايب لك الارشادات اللي المفروض تتباحها في خطاب التوصية. لو انت ضغطت عليها هتفتح معك الصفحة دي. حضرتك هنا بيقول لك الخاصة هو هنا بيقول لك ان لازم يكون عدد اتنين خطابات التوصية. في خطاب التوصية الشخص لازم يكتب هو يعرفك منذ فترة قد ايه? كمان هو يعرف ايه عنك? يكتب عن تفوقك الاكاديمي وهكزا. خلي بالك هنا بيقول لك يعني ما ينفعش خطاب التوصية ده يتكتب من شخص قريبك من شخص في احد افراد الاسرة بتاعتك. لازم يكون مدرس في المدرسة بتاعتك دكتور جامعي وهكزا. خلي بالك من الحاجات دي. وكمان بيقول لك خلي بالك انت ما ينفعش ترفق له. خطاب توصية هو هو ترفقه مرتين او نفس الدكتورين او نفس الاستاذين يكتبوا خطاب التوصية هو هو ويمضمها بعد. هو هنا بيقول لك ان هم لازم يكونوا مختلفين. ما ينفعش انك انت ترفق نفس خطاب التوصية هو هو مرتين. طيب تعال نرجع للشرح بتاعنا مرة تانية. طبعا هيكون طالب منك صورة شخصية وياريت حضرتك لما ترفق له صورة شخصية تكون الصورة دي ظهرها ابيض او الخلفية بتاعتها بيضة زي ما تتسميها طبعا. علشان خاطر دي الصور الفورمال. وكمان في ملحوظة اهمة هنا ان جميع المستندات المرفقة. سواء حضرتك هترفق له بيان درجات السنوية العامة او البكالوريا والديبلومات الفنية او هترفق له اللي هو خطابات التوصية او هتكتب المقالات كل ده لازم يكون باللغة الانجليزية. في حاجة جميلة جدا بتقدمها لك قناة دكتور المنح حديثا ان احنا بنوفر خدمة ترجمة الاوراق بجانب ان احنا برضو بنوفر خدمة التعديم على المنح. ولكن استل احنا زي ما انت حضرتك عارف ان احنا بنشرح المنحة بالتفصيل من الالف للياء بحيس ان حضرتك كده تقعد تشرب كوباية شاي دكتور المنح وياريت ما تكونش نسيت كوباية شاي دكتور المنح وتقعد قدام الفيديو بتاعنا تتفرج على الفيديو تشوف الفيديو بتاعنا هو طالب ايه هنا بتشوف الشرح بتاعنا وطبقا للشرح بتحط البيانات بتاعتك بكل سلاسة بكل بساطة الموضوع مش محتاج منك غير شوية تركيز. طيب هنيجي هنا ننزل مع بعض. طبعا انا كتب لك انا ملحوظات هامة لو انت عايز تقدم من خلال القناة بتعمل الخاص بنا واللي بتلاقي اللينك بتاعه موجود في سندول وصف اسفل الفيديو. كمان لو انت عايز تترجم الاوراق من خلالنا برضو بتلاقي اللينك الخاص بالترجمة موجود في سندول وصف اسفل الفيديو. لو عايز تشترك في جروباتنا على الواتسابة والتليجرام او الفيسبوك. برضو انت تقدر تلاقي اللينك الخاص بجروباتنا موجود في سندول وصف اسفل الفيديو. كمان احنا بنوفر لك خدمات كتابة السيرة الزاتية. سواء السيرة الزاتية عالمية او السيرة الزاتية الخاصة بالاتحاد الاوروبي. كمان خطابات التوصية. الخطابات الشخصية. الخطابات التحفيزية اي حاجة بتلاقيها موجودة في القناة بدعتنا. طيب دلوقتي هنيجي مع بعض نضغط على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة هتفتح معنا الصفحة دي ومن هنا حضرتك هتبدأ تركز معايا في كل حاجة انا هقولها تخص المنحة من حس التفاصيل والبيانات والمعلومات اللي احنا ذكرناها. قبل ما ندخل على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة او التقديم على المنحة. طبعا هنا فتح معك حضرتك. هنا بيقول لك طبعا تعريف عن مؤسسة او مبادرة كمان هنا بتيجي معايا بتبدأ تقرأ الحاجات اللي هو بيكون طالبها منك. طالب ان انت تعمل لها صمت الحاجات اللي هو هيوفرها لك. كل ده موجود قدامك هنا باللغة الانجليزية. كل اللي مطلوب من حضرتك انك تقرأ بعينك. كل اللي مطلوب من حضرتك انك تقرأ بعينك. طيب هنا كمان بيقول لك ان المنحة فتحت في واحد ديسمبر عشرين عشرين وتقفل في واحد مارس عشرين واحد وعشرين. هنا كمان بيقول لك اللي هو الاشخاص اللي تقدر تقدم على المنحة دي بيقول لك ان يكون سنه حد اقصى خمسة وتلاتين سنة او يكون اقل من الخمسة وتلاتين سنة. يكون حصل على شهادة السنوية العامة بتاعته. والتقدير كمان بيقول لك من جيد لممتاز. يعني لو انت جايب جيد لو انت جايب درجة قليلة وفاكرها ان هي مش هتتقابل لا انت ينفع تقدم. اهم حاجة تكون الدرجة بحد ده ادنى جيد. كمان هنا بيقول لك ان هو هيحصل على درجة بتاعه او اللي عايز يدرسها لاول مرة ده يفضل جدا. كل الحاجات دي موجودة قدامك. كمان هنا بيقول لك كمان هنا حضرتك الدراسة بتاعتك هتقدر تفيد بها بلدك والخدمات المجتمعية الموجودة في بلدك في ما بعد. بعد كده حضرتك بتيجي هنا معي لو انت عايز تفاصيل اكتر بتضغط على وممكن تراهم من هنا براحتك عادي جدا. بعد كده هتيجي هنا بتضغط على بعد ما ضغطت على هتلاقي هنا الحاجات اللي هو طالبها منك كل ما شرحتها لك اللي هي المستندات. بيقول لك اللي هي بيانة درجات بتاعك. كمان هنا بيقول لك بالنسبة انا قلت لك من خمسمية كلمة لالف كلمة. كمان هنا بالنسبة المطلوب منك انك تكتبه. كل حاجة موجودة هنا قدامك. بالنسبة كمان ادي هنا بيقول لك كمان بيقول لك لو انت ضغطت هنا هتلاقي الارشادات الخاصة واللي انا فتحتهم معك قبل ما ندخل على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة بتلاقيهم موجودين هنا زي ما انت شايف قدامك. كمان هنا لو جيت معايا هو هنا بيقول لك في نسخة من لو انت عايز تطلع على قبل ما تدخلت من طيب خلينا مع بعض احنا نفتح النسخة الخاصة ونيجي هنا مع بعض نضغط على ومجرد ما ضغطنا على هنا بيقول لك ادي السبعتاشر او السبعتاشر خطوة اللي مطلوب من حضرتك انك تم لهم للتقديم على المنحة دي. طيب احنا فتحنا مع بعض الخاص بالمنحة. هنخلي الخاص بالمنحة معنا لان انا لازم اشرح لك شوية حاجات من هنا. واشرح لك طريقة التقديم على المنحة من خلال الخاص بالمنحة. الكلام اللي انا هشرح لك هنا بالزبط حضرتك هتيجي معايا تملاق هنا هو هو. كل حاجة احنا هنشرحها في حضرتك هتيجي تطبعها هنا بالزبط. كل اللي عليك ان انت هتيجي تاخد من الشرح اللي هنا الحاجة اللي انا هقولها وتيجي تكتبها هنا. بتعمل تمام? طيب تعال مع بعض ندخل على الخاص بالمنحة. اول حاجة هو هنا مدي لك انت لو عايز تقراها اقراها براحتك. انا اللي يهمني حاجات معينة هنا. في الجزء الخاص اللي هي الشروط بتاعة التقديم على المنحة دي. حضرتك انت ممكن تقراهم من هنا مرة تانية لو انت عايز انا لسه شرح حملك. طبعا انت تكون ناجح في المدرسة السنوية بتاعتك. يعني حصلت على السنوية بتاعتك او الباكلورية او الدبلومات الفنية. كمان التقدير بتاعك يكون من يعني جيد جيد جدا امتياز. انت ما تعقدش نفسك خالص. يكون سنك بحد اقصى خمسة وتلاتين سنة او اقل من خمسة وتلاتين سنة. كمان هنا بيقول لك. يعني حضرتك هتدرس في الدولة بتاعتك او اي دولة من دول النمية او اي دولة من الدول النمية. يعني في امريكا? لا. يعني في استراليا? لا. اصل سمعت حد اقال لي ان انا هدرس في اوروبا? لا. كلام واضح وصريح من على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. ولو مش مسدق برضو الكلام اللي بيت قال ابعت ايميل للمؤسسة بتاعة وقول لهم لو سمحت انا عايز اعرف هو انا ينفع ادرس في الولايات المتحدة الامريكية? هل ينفع ادرس في استراليا? ولا لازم ادرس في الدولة بتاعتي او اي دولة من الدول النمية? وهتلاقي الاجابة منهم مباشرة. وادي الموقع الرسمي الخاص بيهم. وده كل كلنا ان احنا بنشرحه. بتكون من مصادر خاصة بالمنحة. هنا كمان حضرتك بتيجي ممكن تقرأ باقي الشروط للتقديم على المنحة. موجودة قدامك انا شرحتهم لك كلهم. علشان بقدر الامكان احاول ما طولش عليك وقت الفيديو. لان انا عايز اشرح لك كل حاجة بالتفصيل وافاهمك كل حاجة. هتيجي هنا في لو انت عايز تقرأ المعلومات الوضافية الموجودة هنا انت حضرتك بتبدأ تقرأها. انا عايز اقرأ معاك حاجة وحيدة برضو عشان اثبت لك كلامي. هنا بيقول لك الناس اللي بتخطط المتقدمين على المنحة اللي عايزين يقدموا على دراسة في الولايات المتحدة الامريكية او كندا واسترالي او اليو كي اللي هي المملكة المتحدة وبريطانيا اللي هي او شرق اوروبا هم مش مؤهلين للحصول على المنحة دي. بقى الحاجات موجودة قدامك لو انت عاسترام انا بحاول اركز معك الحاجات المهمة. بعد كده هنا بيقول لك ان انت هتحتاج الاوراق دي والحاجات دي انا شرحتها لك باناة الدرجات. حضرتك هنا بيطلب منك المقالات هنا اتنين وكما هنا هيكون طالب منك صورة شخصية. هنا بيقول لك موعد بدء المنحة زي ما قلنا واحد ديسامبر عشرين وعشرين. موعد الانتهاء هيكون واحد مارس عشرين واحد وعشرين. طيب حضرتك هتيجي هنا معي. انا قلت لك بتاعنا اللي انت هتملاء ده المتكون من سبعتاشر خطوة. كل حاجة هتملاء هتيجي هنا بتضغط على طيب انا هشرح لك هنا هو هو نفس الحاجة الموجودة هنا هي هي اللي انت هتملاء هنا. وانا هزبت لك بالدليل برضو. طيب تعالي هنا مع بعض. اول حاجة طالب منك حضرتك هنا بتيجي بتكتب اللي هو اسم العائلة وبعد كده اسمك انت والايميل بتاعك. هتيجي هنا معايا حضرتك انت هنا بتيجي بتكتب اسم حضرتك موجود قدامك هنا. انا هكتب هنا على سبيل المثال ماريو. هكتب اسم العائلة بتاعها هو اسم الرابع. هاجي في الايميل هنا هكتب الايميل الخاص بي. وبعد ما ببدأ اكتب الايميل الخاص بي هنا زي ما انت شايف قدامي كده بالزبط. وبعد ما حضرتك كتبت الايميل بتاعك هنا بتيجي بتكتب الايميل بتاعك هنا مرة تانية بالشكل اللي انت شايفه قدامي دين انا بعمل قدام كل حاج عملي. بعد كده بتيجي بتضغط هنا على هنا دخلنا في المرحلة التانية من بتاعنا. المرحلة دي هو طالب منك ايه? طالب منك طبعا تاريخ الميلاد بتاعك. هنطلب منك شهر يوم سنة. تعال نكتب مع بعض تاريخ الميلاد. مسلا هنا نكتب اللي هو شهر تسعة يوم حداشر سنة الف تسعمية آآ سبعة وتسعين على سبيل المثال. تمام? انت كده كتب تاريخ ميلادك? ليه طالب منك تاريخ ميلادك? علشان خاطر يعرف من خلال تاريخ ميلادك انت سنك كام? انت سنك مسلا معدي الخمسة وتلاتين ولا اقل? هل انت مؤهل ولا لا? هو هنا كاتب لك اللي هي معايير الكبول. فهي من الاسئلة دي هو هيبدأ طبعا يعرف انت متطبق عن منحة دي ولا لا. هنا طبعا بيقول لك هل انت عندك اللي ان انت تدرس في اي دولة من دول? لو انت هنا جيت ضغط على ياسو جيت تضغط على اعرف ان انت مش هتقدر تكمل انا مش هضغط على ياس هنا انا هضغط على النوع عشان اكمل معك لكن لو انت عايز تجرب في البيت وانت بتملل بنفسك الكلام اللي انا بقوله لك غرب وتضغط على ياس هتلاقيه مش بيدخلك على المرحلة اللي بعد كده. بعد كده هنا بيقول لك هل انت مقدم على المنحة دي عشان تاخد مرحلة الماجستير او الدكتوراه? طبعا هنا المنحة دي مقدمة للبكالوريوس فانت هنا حضرتك تيجي تضغط على لان انت لو ضغطت على ياس فهو هنا ده هو بيقدم لك منحة للبكالوريوس مش للماجستير او الدكتوراه. هنا بيقول لك هل انت حصلت على درجة البكالوريوس بالفعل? فانت طبعا بتقدم على المنحة دي عشان تاخد درجة البكالوريوس فانت هنا بتيجي تضغط على بعد كده حضرتك بتضغط على لو انت جيت تضغط على اي واحدة من دولار فياس طبعا لو انت الشروط دي مش متطابقة عليك فطبعا مش هيدخلك على باقي الابليكيشن. انا هنا هضغط على هيدخلنا على المرحلة التالتة من بتاعنا. طبعا هنا طالب منك كل حاجة هنا هتلاقيها مطلوبة منك هنا بتلاقيها برضو في ده. انا طبعا علشان خاطر احاول ما اطولش عليك وقت الفيديو بقدر الامكان ونقعد نكتب المعلومات هنا ونستنى نضغط على هشرح معك الابليكيشن بقيه من هنا لان هنا كل حاجة مكتوبة وبطريقة سهلة وكل حاجة احنا هنقولها مع بعض. هنا هتلاقيها موجودة هنا زي ما انا لسه مواري لك بالزبط. حضرتك هنا بتلاقي هنا تطالب منك انت عايش في اي مدينة انت عايش في اي دولة. هنا بيقول لك اكتب لي كود الدولة بتاعتك ورقم التليفون بتبدأ تكتب مسلا كود الدولة في مصر بلس اتنين زيرو وبتبدأ بعد كده تكتب رقم التليفون بتاعك مباشرة. بعد كده هنا بيقول لك اكتب لي رقم تليفون يعني اكتب له رقم تليفون تاني واكتب له هنا لو عندك لو انت عندك اكتر من رقم تليفون ممكن تكتب له. لو ما عندكش خلاص بتسيبها بفضل يا خلي بالك هنا بتلاقي الموجود الجزء ده يعني مش مطلوب منك بشكل كباري. الكلام اللي انا قلت لك هنا هتلاقيه موجود بالزبط في الموقع الرسمي في اللي انت هتملاها. ادي المدينة اللي انت عايش فيها الدولة. بالنسبة ليه الدولة الاصل بتاعتك هنا رقم تليفونك هنا بتاعك سوى زاكرة مونسة بتفتح تبدأ تختار كل حاجة بنقولها هنا هي هي موجودة هنا. طيب هنيجي مع بعض هنا طبعا بالنسبة كل ده احنا جوابنا في لما ضغطنا مع بعض على نو نو نو. طيب بعد كده هنا بيقول لك هنا بين من العنوان ان هو طالب منك معلومات عن العائلة بتاعتك اول حاجة هنا بيقول لك هم هنا عايزين شخص ممكن يتوصل معه في حالات الطوارئ ممكن انت هنا تكتب اسم والدك كامل رباعي بعد كده هنا بتيجي تختار مسلا فزر لان ده والدك بعد كده هنا بتيجي معايا بيقول لك اين يعيش الشخص اللي انت كتبت بياناته يعني فين والدك بيعيش بتكتب المدينة والدولة ورقم التليفون وهنا الايميل بعد كده هنا بيقول لك البرنامج اللي انت حضرتك عايز تدرس فيه طبعا انت هنا بتيجي بتدخله معلومات طب المعلومات دي هتدخلها عن ايه حضرتك لو انت مسجل في جامعة بالفعل فحضرتك هتكتب له بيانات عن الجامعة اللي انت مسجل فيها اسم البرنامج اللي انت بتدرسه اسم الجامعة المدينة بتاعت الجامعة بتاعتك وكمان الدولة وبترفق له اللينك الخاص بالجامعة بتاعتك. طيب لو حضرتك لسه متخرج من السنوية العامة او البكالوريا او الدبلومات وملتحقتش بجامعة هتبدأ هنا تكتب له انت عندك النية انك تدرس في اي جامعة وعندك النية تدرس اي كلية وخلي بقى لك الحاجة اللي انت هتكتبها هنا لازم انت حضرتك تكون مطلع على شروط الجامعة اللي هتقدم فيها وتكون عارف ان انت هتتقابل وطبعا لو انت حضرتك بتدرس في الدولة بتاعتك علي انه عايز تروح تدرس في اي دولة من الدول النامية الاخرى بتكتب له طبعا انت عايز تدرس برنامج ايه وفي جامعة ايه وعنوان الجامعة دي المدينة بتاعت الجامعة الدولة بتاعت الجامعة وكمان اللينك الخاص بالجامعة باعتبار ان حضرتك مسلا من مصر المغرب ايا كانت الدولة انا هتكلم مسلا مسال كمصر اللي انا مسلا من مصر على سبيل المسال. وانت طبق المسال ده على اي دولة حضرتك موجود فيها. تمام? مسلا انا هنا عايز ادرس كلية الطب. او انا مسلا بالفعل في كلية الطب. فاجي هنا هكتب بعد كده هنا هتيجي معايا تكتب اسم الجامعة اللي انت بتدرس فيها حاليا او عايز تدرس فيها. المدينة بتاعة الجامعة والدولة بتاعة الجامعة. وهنا هتروح على الموقع الرسمي الخاص بالجامعة وبتيجي ترفقوله هنا. طبعا الحاجات اللي احنا بنشرحها دي كلها انت هتعملها في بتاعك. بعد كده هنا بتيجي بيقول لك مدة الدراسة. بيقول لك انت هتدرس البرنامج ده المدة كم سنة بتبدأ هنا تكتب له عدد سنوات الدراسة. وخلي بالك معي هنا هو هنا بيقول لك ان المنحة دي مقدمة للطلبة اللي عايزة تدرس عايزة تدرس مسلا او عايزين يدرس وهو اللي هي الطب والجراحة يعني بص انت المنحة دي مخلصة معك كل حاجة يعني كل اللي عليك ان انت تكون في جامعة او عايز تقدم في جامعة تدرس والسن وكل حاجة متنسبة جدا معك يعني من حق جميلة جدا بصراحة يعني. كمان هنا بتيجي معايا بيقول لك هنا بيقول لك انت هتبدأ دراسة في الجامعة دي امتا? او متوقع تبدأ دراسة في الجامعة دي امتا? او انت لو انت بتدرس في الجامعة دي بفعل انت بدأت تدرس فيها امتا? بعد كده هنا بيقول لك هو هنا بيسألك وبيقول لك. اللي هي الحالة بتاعتك اللي انت تقبلت لسه ما تقبلتش لسه ما قدمتش فانت هنا بتيجي بتبدأ تختار من هنا اللي هو لو انت مسلا تقبلت لا هو انت لسه ما تقبلت انت اللي هو انا مسجل حاليا بحضر مسلا في الجامعة بتاعتي وهكذا. تمام? بعد كده هنا بيقول لك ايه. لو انت بالفعل قدمت في الدراسة بتاعتك. انت درست كم سنة? لو حضرتك مسلا درست السنة وعايز تاخد المنح هتمول لك بقى السنين. فانت هنا بتكتب له عدد سنات الدراسة اللي انت درستها. لو مدرست اصلا فانت ممكن تكتب زيره. لو انت لسه متضحك بالجامعة من كام شهر بتكتب له عدد الشهور ومن تنساش تكتب جامبها منصز اللي هي شهور. بعد كده هنا بيقول لك انت متوقع امتى ان حضرتك تخلص الدراسة بتاعتك فانت هنا بتيجي تكتب له. انت متوقع امتى تتخرج من الجامعة بتاعتك. بعد كده انا بيقول لك هل انت متزوجة ام اعزب? هنا طبعا في حالة انك متزوج فهو هنا بيسألك على اعلى تعليم حصل عليه الزوجة او الزوجة. دي معلومات تخص الزوجين. وبعد كده هنا حاجات تخص الزوجين اللي هو مسلا لو انت متزوج انت مسلا زوجتك بتاخد كام في الشهر. وطبعا هنا بيقول لك اكتب له طبعا المبلغ اللي بيجي لك بالدولار الامريكي. يعني المبلغ اللي انت بتحصل عليه كل شهر. بعد كده هنا بيقول لك ده بالنسبة لناس المتزوجين كمان هنا بالنسبة لناس المتزوجين بيسألهم على عدد الاطفال طبعا الحاجات دي بتكون في الابليكيشن اختياري انت ممكن ما تجاوبش عليها طبعا في حالة انك مش متزوج. بعد كده هنا بالنسبة ده بالجزء الخاص بالوالدين هو هنا بيقول لك فانت هنا طبعا بتبدأ تختار الحالة طبقا ليه الحاجة بتاعتك او طبقا ليه الحالة بتاعتك. طبعا انت بتيجي هنا تختار طبقا للحالة بتاعتك بعد كده هنا بيقول لك هنا بيسألك على اعلى مرحلة دراسية والدتك خدتها اللي هو مسلا اخدت مصر ولا ولا السنوية العامة فقط ولا دكتوراه انت بتبدأ طبعا بتختار هنا بيقول لك والدتك بتشتغل طبعا حضرتك بتبدأ تختار من هنا سواء متقاعدة او مش بتشتغل ايا كان طبعا لو والدتك بتشتغل بتبدأ هنا انت تكتب الراتب الشهري لولدتك خلي بالك بيقول لك لازم تكتبه دولار امريكي وكمان هنا بيقول لك والدتك بتشتغل ايه حضرتك بتبدأ تكتبت الشغل بتاع والدتك كمان لو والدتك مش بتشتغل فالحاجات دي طبعا انت حضرتك هتختار او لو هي متقاعدة ايا كان وطبعا ما فيش معلومات انت هتقدر تدخلها هنا بعد كده طبعا بيسألك عن معلومات عن والدك على تالي ما والدك حصل على ايه كمان هنا والدك بيشتغل ولا لا راتب والدك في الشهر وطبعا بالدولار الامريكي ولاك بيشتغل ايه? الكلام ده كله هنا بيقول لك لو انت عندك اخوات لو عندك بتختار يس لو لا بتختار لو انت عندك اخوات طبعا هنا بيقول لك هل انت اكبر واحد في اخواتك لو انت اكبر واحد في اخواتك فانت بتختار يس لو لا بتختار بعد كده هنا بيقول لك ايه ترتيبك في اخواتك لو انت مثلا التاني التالت الاول واحد كزا. بعد كده هنا بيسألك في السكشن الخامس اللي هو لايق مصادر التمويل بتاعتك هنا بيقول لك هو هنا بيقول لك ان في حد بيمقول لك من الاخر ولا? لو فيه في التختار ياس وبتكتب له مين اللي بيمقول لك? لو لا بتختار بعد كده في السؤال ده هو هنا بيقول لك احنا بنقول لك بتلات تلاف دولار سنويا تلات تلاف دولار طبعا بيكونوا على حسب احتياجاتك والكلام ده كله. فهو هنا بيقول لك لو التلات تلاف دولار دولار ما كفقش انت هل عندك اي مصادر تمويل اخرى فانت حضرتك هنا يفضل انت تختار اللي هو انت بتقول لهم انا اعتمادي كله عليكم انتو فانت هنا متختارش ياس لو في عندك اي مصدر تمويل اخر فانت بتختار ياس لو لا بتختار نو هنا طبعا بيقول لك اكتب له مصادر اخرى حضرتك انت ممكن تجيب منها اموال يعني مسلا على سبيل المسال بيقول لك ان انت لو تقدر تشتغل مسلا ويجيب فلوس والكلام ده كله طبعا انت هنا حضرتك لو انت مش بتشتغل او مش هتقدر تشتغل فانت مش بتملق البيانات دي وممكن بتكتب سلاش ايه اللي هو بعد كده بيتيجي هنا معايا بيقول لك هل انت حصلت على اي منح دراسية اخرى فانت هنا بتختار لو حصلت بتختار ياس ولتكتب اسم المنحة دي لو لا بتختار بعد كده هنا بيقول لك هل انت عندك بتاخد اي قروض من الجامعة علشان خاطر تساعدك في التعليم فطبعا اتوقع يعني بالنسبة لي في مصر مش بيكون فيه قروض بتتاخد من الجامعة علشان خاطر تكمل التعليم بتاعك فانت هنا تيجي تختار نو طبعا دي حاجة لو انت بتاخد كارد من الجامعة بتاعتك عشان تكمل التعليم بتاعك فانت ممكن تختار ده لو حاجة دي موجودة عندك بالفعل لو لا بتختار هنا بيقول لك لو انت اخترت ياس اكتب له انت واخد كارد بكام طبعا لما اختار نو بتسيب الجزء ده فاضي. بعد كده هنا بيقول لك خلي بقى لك هنا كاتب لك فصترين دولار هو طالب منك ان انت تكتب له المصاريف اللي هي هتكون مطلوبة للتعليم بتاعك. انت بتبدأ تكتب له اسم العملة الموجودة في الدولة بتاعتك. وبعد كده حضرتك بتبدأ تكتب له كل حاجة بتكلف كامل يعني السكن بيتكلف كامل واجبات بتاعتك. مصاريف القتب وهنا اللي هي الادوات اللي انت هتكون محتاجة فيه الدراسة بتاعتك. بتبدأ تكتب له كل التكاليف اللي انت طالبها. وخلي بالك هنا بيقول لك انت لازم تكتب الحاجات دي بالزبط لان هما هيراجعوا الحاجات دي. بعد كده بتيجي بتجمع tank بتاعك وبعد كده هنا بيقول لك اكتب له المصاريف دي هي مرة تانية ولكن بالدولار الامريكي. بعد كده حضرتك بتيجي هنا في الجزء الخاص دي معلومات عنك. هنا بيقول لك انت عندك النية ان انت تعمل ايه بعد ما تخلص التعليم بتاعك انت عايز تعيش فين وانت عايز تعيش ازاي? طبعا انت بتبدأ تكتب له المقالة دي كلها. هنا بيقول لك هل انت تعرف اشخاص حالين في المنحة دي او قبل كده فانت لو اتهلم تاختار نوع. بعد كده بتيجي هنا حضرتك بيقول لك هل انت قدمت على المنحة دي قبل كده? لو قدمت بتاختار نوع. بعد كده بتيجي في الجزء الخاص بتبدأ تدخل معلومات عن الدراسة الأسبوقة بتاعتك اسم المدرسة. مكان المدرسة انت خلصت المدرسة بتاعتك كم تا? وهكذا. بعد كده بعد ما انت خلص كل المعلومات دي بيسألك لو انت كنت بتشتغل قبل كده. لو كنت بتشتغل بتدخل له معلومات عن الشغل بتاعك لو لا خلاص انت مش بتدخل معلومات عن الشغل بتاعك. بعد كده حضرتك بتيجي هنا معي بتنزل في الجزء الخاص بي العملة الطوعية. لو كنت اطوعت قبل كده بتبدأ تدخله بيانات عن العملة الطوعية بتاعتك اشتغلت فين ايه هو كان دورك عدد الساعة اللي انت اشتغلتها وهكذا. بعد كده بتيجي في الجزء الخاص بي المساندات اللي هتكون مطلوبة منك. اول حاجة هنا بيقول لك هنا طبعا طالب منك الخطاب شخصي وطالب منك اللي هو المقام. طيب خلي بالك هنا بيقول لك ان انت لازم تكتبهم كلمات تكون انت كتبها بنفسك. كمان هنا بيقول لك اني لازم يكون ده مكتوبين باللغة الانجليزية هو كتبهم لك هنا بيقول لك حد قدنا خمسمائة كلمة حد اقصى الف كلمة. هنا بالنسبة انت هتكتب عن نفسك هتكتب عن قصرتك عن الخبرات الحياتية اللي عندك اللي هو بيقول لك هنا بيقول لك انت ليه اخترت المجال ده علشان تدرسه وهكذا. هنا كمان بيقول لك انت ليه معتقد ان انت لازم يختاروك في الملحة دي. ايه هي الحاجات اللي اتميزك عن غيرك تخليك تتقابل في الملحة دي. ده كله خاص بتبدأ تكتبه. طبعا في اللي احنا حضرتك قلت لك ان انت هتملع من هنا. انا بشرحولك من هنا. الابليكيشن انت مش بتملع ده انا بشرح لك من على ده. انت بتملع كل حاجة ده والاستبس دي كلها. طيب هنا بعد كده بيقول لك في الاسي طلب منك ايه في الاسي طالب منك ان انت حضرتك تكتب مقال. المقال ده بيقول لك لو انت حد ادى لك لو هما ادو لك مسلا تسعمية خمسة عشرين دولار امريكي. تمام? لو انت حضرتك اخدت تسعمية خمسة وعشرين دولار امريكي تمام? ايه هي الحاجة اللي انت هتبدأ تعملها في المجتمع بتاعك. مين الاشخاص اللي انت هتفيدهم بالتسعمائة خمسة وعشرين دولار وازاي? ازاي انت هتقدر تقيس النجاح بتاع النشاط اللي انت قمت به من خلال التسعمائة خمسة وعشرين دولار اللي انت اخدتهم طبعا انت بتبدأ تكتب ما بين خمسمائة كلمة لالف كلمة. بعد كده هنا طبعا حضرتك بتبدأ ترفق له المستندات اللي هو هيكون طالبة منك واللي احنا شرحناها مع بعض. وبعد كده هنا بيقول لك ده بالنسبة لخطاب التوصية. بيقول لك هنا هنا مرة تانية اللي هو خطاب التوصية بتكاتب ازاي? انت حضرتك بتعملها في خاص بالمنحة. وبكده انا اكون خلصت لك الشرح بالطريقة التفصيلية على المنحة المقدمة من مؤسسة. اتمنى ان الشرح كان واضح وبسيطة لو لسه عندك اي استفسارة اي سؤال ممكن سيبولي في كومنتاته واحنا هرد عليه. بداية في نهاية الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكرايب وشارك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع معنا كل ما يخص المنح. وشكرا.